تعددت التفسيرات والتحليلات لاتفاق سوتي الذي جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتفاق نجح في قطع الطريق أمام العملية العسكرية المحتملة في محافظة إدلب السورية وإن كان البعض يرجح أنه قد يكون مجرد تأخيرا لها الخطوط العريضة للاتفاق تشير إلى اقتراح إنشاء منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام والمعارضة في إدلب لتبقى بقية التفاصيل والبنود غير واضحة كما أن العقدة تكمن في أليات التطبيق تفق الروس والأتراك حول إدلب لكن الجدل حول مضمون هذا الاتفاق لم يتوقف بعد وبين هذين الطرفين لم يعرف الرابح من الخاسر وكل منهما يعتبر ما جرى نصرا دبلوماسيا بحسابات خاصة الابتعاد عن الحسم العسكري اعتبر أهم أنتجته قمة سوتشي وترجم هذا القرار بهدوء عم محافظة إدلب واستعودة آلاف النازحين إلى منازلهم لكن البعض يرى بأنه هدوء حذر قد تقطعه روسيا والنظام السوري في أي لحظة وربما سيمتد لأشهر لكنه لن يكون طويل الأمد وفي محاولة لقطع أي إشارة سلبية حول الاتفاق أو أي غموض خرج وزير الخارجية التركي لتوضيح حيتياته وفقا لاتفاق سوتشي سيتم المحافظة على حدود إدلب ولن نجري تغيير مواضعها والجميع سيبقى في مكانه روسيا ستتخذ تدابير لمنع دخول النظام السوري إلى إدلب ولمنع وقوع هجوم عليها اعتبارا من الخامس عشر من أكتوبر المقبل سيتم إخراج الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح تفسير أنقر للاتفاق حول إدلب لا يبدو أنه يشبه تفسير موسكو فوجهة النظر الروسية ترى أن ما جرى سيحمي كافة قواعدها في سوريا وتخفيض حجم هجمات المعارضة ضدها إضافة لتضييق الخناق على مناطق المعارضين وبالتالي دفعهم إلى طاولة مفاوضات مع روسيا والنظام السوري والأخير وضع اتفاق سوتشي في إطار زمني محدد ما يطرح تساؤلات جديدة حول مستقبل المحافظات الشمالية وعلى الرغم من تعدد التفسيرات لأنها تلتقي عند نقطة فصل الجماعات المتطرفة عن المعارضة المعتدلة وهذه مهمة صعبة تنتظر أنقرة أولا والمعارضين في إدلب ثانيا والتوقعات تشير إلى احتمالية نشوب مواجهة ضد هيئة تحرير الشام إذا ما رفضت حل نفسها بين التصريحات الروسية والتركية والدولية والجدال حول تطبيق اتفاق سوتشي على الأرض وكيفيته تواجه إدلب مصيرها المحكوم بتعقيدات سياسية وعسكرية وجغرافية ولكنها استطاعت كسر مخطط النظام بفرض سيطرته على كامل سوريا وإبعاد شبح سيناريو الجنوب عنها على الأقل في الفترة الحالية ينضم إلينا من اسطنبول الدكتور سعيد الحاج الباحث في الشأن التركي كما ينضم إلينا أيضا من اسطنبول حسين عبد العزيز الكاتب الصحفي أبدأ معك دكتور سعيد الحاج هل هذا الاتفاق سوتشي هو مجرد تأخير لعملية عسكرية محتومة أم هو بالفعل إنهاء للعملية العسكرية مساء الخير لك وللضيف ولمشاهدين لا الحقيقة تقييم الأساسي لهذا الاتفاق على أنه نزع فتيل الأزمة الحالية بمعنى أنه على الأقل في فترة الحالية لن يكون هناك عملية عسكرية واسعة وشاملة كما هدد بها النظام السوري لكنه لا يعني أبدا أنه جنب المنطقة منطقة إدلب عملية عسكرية على المدى البعيد صحيح أن ما حصل جنب المدنيين مذبحة محتملة جنب تركيا والاتحاد الأوروبي موجة لجوء كبيرة جدا كانا يتخوفان منها أرسى تعاون أكبر بين تركيا وروسيا وبذلك كما ذكر تقريركم كلا الطرفين يعتبر ذلك نصرا له لكن على المدى البعيد ليس هناك الحقيقة ضمانات على استمرار وصمود هذا الاتفاق في ظل سوابق كثيرة جدا على اتفاقات أقل من هذا أو أكبر من هذا الاتفاق ولم تصمد لم تستمر بطريقة أو بأخرى وليس هناك ضمنات واضحة تجاه هذا الأمر أنا أعتقد أن الاتفاق نزع الفتيل الأزمة الآن لكن أمامه تحديات كبيرة وكبيرة جدا على الأقل الفكرة الأساسية أن العبارات التي صيغ بها الاتفاق فالفاضة جدا تفتح باب التفسيرات والتأويلات المختلفة بالنسبة لتركيا وأنقرة ولموسكو وهذا مشكل ومشكل كبير جدا الأمر الثاني أن الطرفين يختلفان في تصنيف المجموعات يعني من هي المجموعات الإرهابية ومن هي المجموعات المعارضة المعتدلة هذا تصنيف يختلف به كل الطرفين الأمر الثالث ليس هناك ضمنات روسية واضحة جدا حصل قبل ذلك اتفاقات وتفاهمات تركيا وروسية مثلا مثال شرق حلب واضح جدا في 2016 عندما تدخلت ميليشيات إيرانية وأفسدت الأمر وأقحمت إيران في إطار أستان الثلاثي في نهاية المطاف ربما نمكن أن نقول باختصار شديد أن الاتفاق الحالي هو مجرد تطوير وإضافات فنية على اتفاق وقف التصعيد الذي كان يشمل إدلب الآن ربما هو تمديد لمهلة زمنية معطالة أنقرة للتعامل مع ملفهية التحرير الشام وهذا بحد ذاته أيضا أحد أهم أكبر التحديات التي تتواجه أنقرة في الفترة المقبلة دعني أطرح السؤال على أستاذ حسين عبد العزيز من إسطنبول أيضا في ظل غياب الضمانات وفي ظل تعدد التفسيرات وهذه الضبابية في التفاصيل ما المختلف في هذا الاتفاق حتى ترحب بها المعارضة كل هذا الترحيب تحياتي لك أخ زاهر ولضيفك الكريم أعتقد أن هذا الاتفاق في غاية الأهمية وأن كنت أتفق مع الدكتور سعيد بأن هناك كثير من الشوائب وعادة أستاذ زاهر مثل هذه الاتفاقات العسكرية التي تشبهها دائما لا تكون واضحة في البداية ثم من خلال التطبيق على الأرض تظهر بوضوح أكثر فأكثر لكن هذا الاتفاق هو تحول استراتيجي مهم لأنه فرض تركيا كمعادل إقليمي قوي يأخذ بالحسبان اليوم روسيا لن تستطيع تجاهل تركيا ولا تستطيع خسارة تركيا من أجل محافظة إدلب اليوم روسيا تنظر إلى إدلب ليس من منظر النظام مجرد اختزالها بثلاثية الصراع بين النظام والمعارضة وتنظيمات إرهابية روسيا تنظر إلى إدلب من منظر إقليمي دولي معقد تأخذ بعين الاعتبار المصلحة القومية التركية وعندما أعلن تركيا بكل صراحة أن الاعتداء الهجوم على إدلب يعني الهجوم على تركيا هذا موقف حاد وهددت بإفشال عملية أستانا وهددت بإفشال التسوية السياسية كل ذلك يضع هذا الاتفاق في غاية الأهمية وإن كان هو مؤثر زمنيا باتفاق يعني ينتهي بتسعة ديسمبر لكن ومع ذلك على تركيا ستقوم بخطوات مهمة وأعتقد أن الأهم في هذا الاتفاق ليست تكتيكات الجانبية هل هي خطوط التماس ستكون منطقة العازلة بين مناطق نظام أو بين مناطق المعارضة وكيف هي الآليات لجعل المنطقة منزوعة السلاح أعتقد على أهمية كل هذه النقاط لكن هذه ليست أبعاد استراتيجي البعد الاستراتيجي الحقيقي في الاتفاق أن تركيا لن تقبل بالتخلي عن محافظة إدلب في الأمد القريب وهي جزء من ترتيبات استراتيجية تركية ليس فقط في سوريا وإنما ضمن حسابات إقليمية كبيرة قد ربما تسمح تركيا في مرحلة لاحقة بالاستغناء عن جنوب إدلب لكن وسط إدلب وشمال إدلب روسيا تركيا لن تتخلى عنها وهذا أعتقد هو التحول الكبير الذي حدث في هذا الاتفاق هو يؤشر إلى تفاهم تركيا روسيا أستاذ حسين ربما من المبكر الجزم بهذه التفسيرات أو التأويلات للاتفاق دعني يعود بنفس السؤال للدكتور سعيد الحاج دكتور الحاج تركيا الآن على مفترق طرق تريد أن تثبت نفسها استراتيجيا كمعادل إقليمي ودولي لا تريد استقبال مزيد من اللاجئين سيكون أمامها التحدي هائل بفصل المعارضة المسلحة عن المعارضة المتطرفة عن هيئة تحرير الشام عن جميع هذه التفاصيل هل تستطيع تركيا في ظل الوضع الاقتصادي والتهديد الكبير الذي تواجهه داخليا اليوم اقتصاديا على الأقل أن تقوم بكل ذلك؟ يعني طبعا الوضع معقد جدا والتحديات قائمة كما ذكرت قبل قليل لكن الآن أعتقد أن الدبلوماسية التركية أثبتت براعة مهمة الحقيقة وأثبتت نجاحا يحسب لها في هذه المعركة الدبلوماسية التي أجريت كنا نتحدث قبل أيام عن معركة والشيكة ستبدأ خلال أيام أو ساعات والآن بفضل الجهد التركي مع عوامل أخرى استطاعت أن تجنب المنطقة هذه العملية العسكرية الآن الحقيقة تركيا إضافة لما كانت قد اقتسابته من إقرار بدورها وبحقها وبأمنها القومي في عملتي درع الفرات وغصن الزيتون الآن هناك اعتراف أكثر بكونها ضامنا وموجودة طرفا موجودا على الأرض في إدلب ومناطا بها مهمات معينة صحيح أن ذلك يحمل بعض التحديات لكنه أيضا يحمل شيئا مهما جدا بعد اعتراف بتركيا ودورها ووجودها كضامن في هذه المنطقة هذا أمر مهم جدا الأمر الثاني أن هذه الأزمة أيضا فتحت الباب مرة أخرى على علاقات تركيا أوروبية وتركيا أمريكية أو تنسيق بالحد الأدنى ربما تركيا أرادت أن تضفي على موقفها الرافض لهذه العملية بعدا دوليا فرنسا مع الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها أزمة حاليا مع تركيا بطريقة أو بأخرى هناك قمة ربعية يجهز لها بين قادة كل من تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا بهذه الأعباد الحقيقة أعتقد أن تركيا قطعت خطوة مهمة للأمام العملية العسكرية لو كانت قد شنت سيكون لها كانت تداعيات مهمة جدا عسكرية أمنية إنسانية موجات اللجوء التي ذكرت حضرتكم إلى ذلك حتى الآن واضح أن تركيا استطاعت أن تفعل ذلك وربما حسابات روسيا حرصها على مسار أستانة التي حذرت تركيا من انهياره حرصها على التفاهم والتعاون مع تركيا حرصها على دور تركيا المستقبلي الخوف حتى من رددات الفعل الأمريكية والغربية أيضا كلها سامت في هذا الأمر الآن على الأقل هناك مساحة زمنية معطى لتركيا سوف تحاول تركيا من خلالها الاستمرار بالمسار الذي بدأته قبل أشهر وهو مسار الأدوات النعمة في تفكيك وإذابة هيئة تحرير الشامعة أعطت ربما نتائج جزئية دعني أسميها لم تتؤدي إلى النتائج النهائية لكن في نهاية المطاف في ظل براغماتية هيئة تحرير الشامعة وفي ظل الجهد التركي والنفوذ التركي في تلك المنطقة أعتقد أنها يمكن أن تستمر في هذا الجهد سيما وأنها استطاعت بمساعدة الفصائل السورية تأسيس ما سمي بالجبهة الوطنية للتحرير هذا أعلن دعني أعود لسيد حسين عبد العزيز بهذا السؤال يعني في كل مرة يتم فيها عقد اتفاقات لا تكون روسيا هي المشكلة سواء في درعة أو في حلب أو غيرها الدور الإيراني الذي دائما ما يخرب هذا النوع من الاتفاقات بالمنطق السياسي اليوم هذا الاتفاق يبعد الإيرانيين تماما عن إدلب هل تعتقد أن الدور الإيراني سيكون له ارتداد سلبي في تخريب هذا الاتفاق لو جرى أصلا؟ لا أعتقد ذلك أخي زاهر أنا لدي رأي في هذه النقطة على خلاف كثير من الأطراف المعارضة غياب الدور الإيراني أو الحضور الإيراني في اتفاق سوتشي لا يعني هو استبعاد إيراني أو هو أن إيران كانت ترفض الاتفاق على العكس يعني لو عدنا إلى القمة الثلاثية التي جرت في طهران وجمعت الرؤساء روحاني وبوتين وأردوغان لاحظنا تصريحات روحانية تحدث أن إيران لا تريد مزيد من قتل المدنيين في إدلب وأمس متحدث باسم الخارجية الإيرانية أيضا أعلن نفس النبرة وقال أن إيران لن تشارك في هذه المعارك إن حدثت ولا تريد مزيد من صفك الدماء أعتقد أن إيران بدأت تتراجع في إدلب وتميل إلى الطرح التركي ليس لأسباب متعلقة بالصراع السوري وإنما بسبب العلاقة والمصلحة الثنائية مع أنقرة كما تعلم سيدي تركيا أعلنت أنها ترفض العقوبات الأمريكية على إيران وأعلنت بالشكر الواضح أنها لن تلتزم بها وهذا يعتبر موقف استراتيجي مهم لا يمكن لأصحاب العمائم بإيران أن يمرروا هكذا ويتخلوا عنه وبالتالي يجب أرضاء تركيا لكن لا ننسى أن تركيا حققت هذا الاتفاق وغيره من الاتفاقات دون أن تتكلم كلمة واحدة مباشرة مع النظام السوري في الوقت الذي يتباهى فيه أصحاب العمائم كما دعوتهم في طهران بأن النظام السوري تحت تصرفهم هذا الكلام للاستهلاك الإعلامي طبعا روسيا هي الضامن الأساسي روسيا هي التي تفرض على الجميع لكن في هذا الاتفاق تحديدا هناك رغبة إيرانية وتأييد إيراني لروسيا وإن كان هذا بشكل مضمر لا تستطيع إيران إعلان عنه بشكل واضح وعلني قبل إنجاز الاتفاق لكن كما تعلم أعلنت إيران أن هذا الاتفاق يعتبر دبلوماسية مسؤولة إيران لا تريد أن تخسر تركيا وروسيا لا تريد أن تخسر تركيا تركيا لي أهميتها أن الصراع الروسي الأمريكي ما يزال قائم في سوريا وفي المنطقة وبالتالي لا تستطيع خسارة تركيا نحن نتحدث عن دولة جزء أساسي في الناتو وكانت منذ خمسة عقود أو ست عقود هي رأس الحرب للناتو في الشرق الأوسط هذه دولة استراتيجية كبيرة إقليمية بكل معنى الكلمة لا أحد يستطيع اليوم أن يخسر تركيا في ظل تحديدا علاقتها السيئة مع الغرب وبالتالي يجب أخذ المصالح التركية بعين الاعتبار وأدلب اليوم هي جزء من المصلحة القومية التركية العليا أولاً جزء من الصراع السوري ثانياً هكذا يجب أن ننظر إلى أدلب نعم شكراً جزيلاً لكم ضيفي من اسطنبول حسين عبد العزيز الكاتب الصحفي وكذلك الدكتور سعيد الحاج الباحث في الشأن التركي